أوجز قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين التقرير السنوية لحالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2019 متناولاً الانتهاكات الجسيمة في التظاهرات السلمية المناهضة للحكومة في العراق في العراق اليوم المدنيون لا يزالون هدفاً مستباحاً من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها هناك مقتل أكثر من 2300 مدني منهم أكثر من 600 متظاهر وناشط مدني طبعاً 24 ألف جريح ومصاب منهم 22 ألف متظاهر العثور على 181 جثة مجهولة الهوية بينهم ثمان نساء وخمسة أطفال الحقيقة شهد عام 2019 ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات عمليات الاختيال ورصد الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة التدهور المزمن في العراق في جميع المجالات جراء الطبقة السياسية الحاكمة في العراق والتي لم تسهم في حل أي مشكلة من مشاكل العراقيين من عام 2003 ولغاية اليوم حجم الفساد في العراق اليوم بتقارير رسمية حكومية تتحدث عن 500 مليار دولار طبعاً هناك 1200 مشروع متوقف إذا جمعنا المشاريع المتوقفة والمتلكئة والوهمية نتحدث نحن هنا عن أكثر من 13 ألف مشروع بقيمة أكثر من 200 مليار دولار فماذا لدينا؟ لدينا بطالة مرتفعة بمعدل 40% لدينا عجز بالميزانية وصل إلى 24 مليار دولار ويتوقع أن يرتفع إلى 30 في هذا العام الجاري 2020 40% من العراقيين باتوا بحاجة إلى المساعدات المختلفة طبعاً 10% يعيشون في العشوائيات نسبة إعادة الإعمار في المدن والمحافظات المنكوبة لم تتجاوز في كل الأحوال 30% داء باقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على تقديم تقارير سنوية لحالة حقوق الإنسان في العراق بدءاً من عام الاحتلال ولغاية اليوم للتعريف بجرائم القتل والاعتقال والاختفاء القسري التي مارسها ويمارسها الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ضد أبناء الشعب العراقي المعاني للأزمات بشتى أنواعها وما رافقها من تخريب وتدمير